بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم ومبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقفنا في الحلقة الماضية مع شيء من فضل الدكر وتوابه وبينا شيئا من هذا الدكر ولعلنا نقف في حلقتنا اليوم مع شيء من أعيان الأذكار وأفرادها التي لا يستغني عنها السالك في طريقه إلى الله تعالى ورد في الأطر أن نذاكر الله في الغافلين كالحي في الأموات ولكي نكون من هؤلاء الأحياء ينبغي لنا أن نتعلم الدكر كما نتعلم شؤون الحياة فهو النبي عليه الصلاة والسلام يعلمك كيف تذكر الله عز وجل من خلال ذكر ألفاظ الأذكار فمن هذه الأذكار المفردة التي ينبغي أن يحرك بها الإنسان لسانه ولا يمل ولا يكل كثرة الاستغفار أن تقول أستغفر الله أو أستغفر الله العظيم أو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وقد أخبرك النبي عليه الصلاة والسلام أن من لزم الاستغفار أي جعل لسانه متعودا على الاستغفار جعل الله له تعالى من كل هم مخرجا ومن كل ديق فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أتعاني من الديق أو الفقر أو الحاجة فها هو الدواء من صريضلية النبوة أن تكتر من الاستغفار بل هي وصية نبي الله نوح لقومه عندما أطال لهم النفس في الدعوة والتذكير فقال لهم وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنينا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا هي نعم الدنيا تبسط على صاحب هذا المقام السني العلي مقام الاستغفار بل ها هو النبي عليه الصلاة والسلام ينادي أمته جميعا فيقول توبوا إلى الله واستغفروه فإني أستغفر الله تعالى في اليوم أكثر من سبعين مرة بل وفي رواية أكثر من مئة مرة فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى الاستغفار فما باننا نحن كذلك من هذه الأذكار المفردة الإكتار من قول كلمة التوحيد لا إله إلا الله وهي دواء ولا كأي دواء دواء مجرب عرف فضله عباد الله الخلص فها هو النبي عليه الصلاة والسلام يخبرك أن الإيمان يتقادم في صدر العبد كيف السبيل إلى تجديد هذا الإيمان يا رسول الله قال أكثر من قولي لا إله إلا الله ويمكن أن تأتي بكلمة التوحيد على صيغة أخرى هي قولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال هذا الذكرى حين يصبح مئة مرة وفي رواية عشر مرات غفرت له مئة سيئة وكتبت له مئة حسنة وكان كمن أعتق عشرا من ولد إسماعيل ولم يأتي أحد بمثل ما أتى إلا رجل قال مثل ما قال أوزاد عليه كذلك من أعيان الأذكار المفردة التي ينبغي أن يحرس المكلف عليها التسبيح والتحميد والتهليل فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي مما طلعت عليه الشمس بقصورها وأموالها وحكوماتها وما يتكالب عليه الناس اليوم النبي عليه الصلاة والسلام يخبرك أنه إذا قال هذه الأذكار فهو خير له من الدنيا وما فيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر